الله أكبر دفاع بلد السوري ثلاثة وستون شهيدا أضف إليهم أكثر من 214 جريحا من بينهم نساء وأطفال كانوا نتيجة لغارات الطيران الحربي خلال آخر سبعة أيام مرت على مدن وبلدات الغطط الشرقية بريف دمشق وهو ما وثقه الدفاع المدني في تقرير مفصل له بيّن فيه أيضا سقوط ضحايا من فرقه خلال القصف ذاته وقال الدفاع المدني في بيان نشره على صفحته في فيسبوك إن قوات النظام بدأت بتصعيد حملاتها على المنطقة منذ يوم الأحد الماضي مستخدمة الطائرات الحربية والصواريخ شديدة الانفجار وقذائف المدفعية ما أدى لدمار واسع واندلاع حرائق وأضاف البيان أن فرقه استجابت لخمسة وتسعين موقعا بالبحث والإنقاذ والإسعاف خلال الأيام السبعة وقد أشار البيان إلى أن طائرات النظام الحربية شنت اثنتين وستين غارة على مدن وبلدات المنطقة إضافة لإطلاقها مائة وإحدى وعشرين قذيفة مدفعية وصاروخية وتطرق الدفاع المدني إلى المجزرة التي ارتكبتها طائرات النظام الحربية في بلدة حموريا وراح ضحيتها ثمانية عشر شهيدا مدنيا وأكثر من خمسين جريحا بينهم خمسة متطوعين في فرقه نتيجة استهداف السوق الشعبي ومنازل في البلدة وتنتشر فرق الدفاع المدني في مختلف المناطق التي تسيطر عليها الفصائل العسكرية في سوريا وتعمل بشكل رئيس على إنقاذ المصابين وانتشال جثث القتلى وإسعاف الجرح إلى المراكز الطبية وإزالة الأنقاض الناجمة عن القصف وكان الدفاع المدني قد قال إن ثلاثة وعشرين مدنيا قتلوا وجرح مائة وتسعة آخرون يوم الثلاثاء الماضي بقصف جويا ومدفعي وصاروخيا للنظام وروسيا على مدن وبلدات غوطة دمشق الشرقية ويأتي تصعيد النظام هذا بالتزامن مع معارك تشهدها الأحياء الشرقية في العاصمة دمشق بين الفصائل العسكرية وقوات نظام في ظل حصار تنفذه الأخير على نحو أربعمائة وثلاثين ألف مدني في منطقة الغوطة الشرقية منذ عدة سنوات بحسب الدفاع المدني